أخت تسأل يعني أم تقول ابنتي قاطعني لأنه تقدم لها شاب وأنا رفضته لأنه لا يصلح أن يكون زوجا لها لأنه كذاب من الدرجة الأولى وإنسان لا أعرف كيف أصفه وأنا أم وأتمنى الخير لابنتي هل يجوز أن تقاطعني ابنتي أرجو نصيحة لها أظهر أنها تسمعنا البنت أختي الكريمة إذا كنت تعرفين هذا الإنسان يمتاز بواحدة من صفتين طبعا إضافة للدين والخلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الدين والخلق يا أب ويا أم أنا تعرض علي مشاكل كثيرة جدا طيلة الأسبوع من ضمن مشاكل الطلاق أغلبها هو سوء دين أو سوء خلق عند الرجل سوء دين أو سوء خلق إذا كان الإنسان لا يصلي أو تارك لأي فريضة من الفرائض أو مرتكب لأي كبيرة من الكبائر كذب غيبة نميمة فواحش سرقة مال أدم تورع في العمل فاحذر أن تزوجه ابنتك لأنه لن يحفظك في هذه الأمانة ابنتك أمانة أيها الزوج هذه المرأة أمانة من الله عندك قبل أن تكون أمانة من أبيها وأمها النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة لا فزوجتك أمانة في عنقك من الله قبل أن تكون من أبويها فيا أيها الرجل يا أبا البنت ويا أم البنت ويا أيتها البنت أيضا اسمعوني الإنسان المرتكب الكبير أو تارك الفريضة لا يصلح أن يكون زوجا لماذا لأنه لم يحفظ أمانة الله في فرائضه وكبائره أتراه يحفظ أمانتك في ابنتك لا أبدا وكذلك إذا كان يأكل المال الحرام احذر 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 الذي ينتهك حرمة الله فيما أمنه عليه في ماله فانتهاك حرمتك أيها الأب وأيها الأم أسهل عليه لذلك لا تزوجوا بناتكم يا صحاب الكبائر يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يريد مصلحتك ويريد مصلحة ابنتك إنما زوج ابنتك لصاحب الدين والخلق وأشنع صفتين في الرجل من صفات الرذائل الكذب والبخل لأن الإنسان الكذاب مثل ما نقول ما تأخذ منه لا حق ولا باطل يكذب عليك الكذب هي أم الرذائل أم الرذائل الكذب النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا بأن لا يكذب خلص لم يصيها لا بصلاة ولا بصيام ولا بترك فاحشة ولا بترك المال لا تكذب خلص هذا الرجل عندما عاد قال طيب لو سألني إنسان هل تصلي ماذا سأقول وقد أوصاني رسول الله لا أكذب فقام يصلي إذا سألني هل تصوم قام يصوم إذا سألني هل تأكل مال حرام صار يتجنب الحرام إذا سألني هل تعمل بالربا هل تشرب الخامر هل تزني تركها كلها لأنه إذا سؤل يجب أن يصدق فالصدق من رؤوس الشرائع يعني لذلك ويلوي يوم إذ المكذبين فبأي يا ألائره بكما تكذبان الكذب 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 وكذلك البخل لأن الزوجة إذا عاشت مع بخيل ستعيش محرومة يعني ستعيش محرومة من حقوقها أو من الحياة الكريمة لذلك فيا أختي أقصد البنت ليست الأم السائلة أمك ما دامت منعت زواجك من إنسان كذب والله لقد أرادت بك خيرا وإذا غضبت عليها فاحذري فلعل الله سبحانه وتعالى أن يقعك بشر منه خلص انت هذا راح من ليش انتهى الموضوع فإذا غضبت على أمك فقد خالفت الله ورسوله وعاققت أمك فربما عقوبة لك يعاقبك الله بشر منه وتعيشين حياة تتمنين دونها الموت وإذا رضيت بقضاء الله وقدره وبررت أمك فثقي بالله أن الله تعالى سيعوضك خيرا منه أحب إلى قلبك وأرغد لك في العيش ترجمة نانسي قنقر